جميل جداً، هذا من الأسئلة التي تدار باستمرار سواء في المحافلة الثقافية أو حتى في المؤتمرات والبحوث والدراسات الاجتماعية هل فعلياً التغير الذي يحصل في المجتمع السعودي الآن بهذه الوتيرة السريعة هل هو التغير المنشود أم لا؟ هل المقاومة الآن من بعض الناس المحافظين على الثبات بالدعاء التغير هو نقمة وليس نعمة؟ هل هم سينجحون أم لا؟ من المنتصر؟ في الأخير، نحن أمام تغير اجتماعي مبني على تغير اقتصادي وسياسي وثقافي هائل نحن أمام خطة استراتيجية للمملكة، أمام رؤية شاملة تجعل الدرب مضاء ومتضح لنا كمراقبين للوضع إلى أبعد من عشرين ثلاثين حتى فلذلك لا خوف لدينا من فكرة التغير أما الآخرون المقاومون لهذه الفكرة هم أولئك الناس التقليديين المحافظين على الماضي يرون في التمسك في بعض المعتقدات أو بعض الأشياء القديمة يرون فيها الأمان قد يكون خوفهم من التغير من باب الحرص على التماسك قد يكون للبعض نبرة تعاطفية أو من باب الرحمة بالناس هم يخافون عليهم من هذا التيار الجارف لكن في الحقيقة المتأمل لعمر أو متوسط عمر المجتمع السعودي يجد أنه من فئة الشباب فلذلك هؤلاء الشباب مواكبتهم للتغير ستكون سريعة جدا المقاومون للتغير مهما كانوا سيرضخون أمام الرغبة العارمة للمجتمع